يا صباح الفل يا صباح العسل ناردة بقول لكم على وصفة جميلة طعم حل وجميل ناتجات زمان شايفين كده ارمشة وطراوة وطعم كده دايب معاك السمك المقلي او سمك البولت يعام حاجة نضافته وتخسليه وتنظفيه وهم حاجة يكون السمكة عينها بتلمع وصلبة وجمدف يعام مشترية كل ما تبقى السمكة صلبة في ايديك تعرفين انها طازة تنظف كويس جدا وتتغسل وتتعاصر على لمون وملح وتشاطف شاطفة كويسة وتتصف الخلطة بتاعتي بتاع التدبيلة لان هستخدمها في الرز وهستخدمها في السمك في تدبيلة السمك وبرضو هستخدمها في حاجة تالتة في الاخر خلطة هشوفها معايا في اخر وصفة وصفة واحدة خلطة واحدة توم وفلفل حراء وفلفل بارد زي ما انتوا حابين حبة كسبرة خضرة ملح وفلفل وشطة وكمون بس تمام ولمون طبعا وانا عزفت جزر عشان كنت عايزة يعني 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 كمان يبقى دي شكل جميل اكتر كمان في الاكل وحطي كمان معهم جزرهاي اهم حاجة تلقتهم في الكبه كلهم نعم زي ما انتوا شايفين قوي كده ما بقاش حاجة فيهم باينة وافضل اتبق التبل في السمك بتاعي بره وجوه وفتحات بتاعته وكل حاجة تمسيك السمكة بره وجوه كده والتدبيلة بتاعتها وجيبي بيها لمون كتير وتعصلي لمون كتير على السمك كلاته من بره كده والسبيب بقى تركني تمام كده انا هخلص مرحلة السمك بتاعي مرحلة الرز بقى بتاعي لصيادية او السمك الرز البني زي ما انتوا اللي حابي بيقول لصيادية بني زي ما انتوا حابين اهم حاجة البصلة تاخد درجة حمران لون احمر قوي يعني اللون الدعب الغامع من غير ما يمرر من غير ما يتحرق تاخد درجة لون البصلة كل ما بتاخد درجة لون تدي معاكل الرز درجة اللون درجة اللون بتيجي من تحميلة البصلة بتاعتك فانا هجيبي البصلة بتاعتي اقطع بصلة في الكبه نعمها واجيبي الزيت على النار او سمنة بس انا اعملها طبعا بزيت بس زيت السمك بزيت الروز السمك بزيت أحط الحلة بتاعي النار وحط فيها الزيت وحط فيها البصرة تقدع أنزل البصرة فيها واسبها تدي مع بعضها الحد وفضل أقلب فيها لما توصل للون الده بإيه الغامق من غير ما تتحرك سهلة جدا على فكرة مستعبة بعد كده بالطعام يبقى أتخذ معلقة توم ما نقول لكم بقى الوصفة أنا أحطيك فيها توم تاني ما أخذ من أستعمل التوم خلط التوم في كم حاجة في الوصفة دي هاخد معلقة توم كبيرة أحطها أضفها مع البصرة بعد ما تتشوح وتاخد درجة لون بتاعتي وحط بقى ملح تاني حسب شوف الملح بتاعك حب الكمون حب تشطل عايز دوت ما أنتم شايفين كده أنا طعمت كمان البصرة بتاعتي تمام شوفوا أنا خطوات بسيطة بس الحاجة بتطلع والله طعمها جميل ومزبوطة على الشعر حطي الكمون كمان عشان هو الرز أساسي الكمون أي حاجة والسمك أساسي الكمون فأزودي الكمون زي ما أنتم حب البصلة بتاعتي تتلقى درجة غمقها اللون من غير ما تتحرق وتمر يا جماعة تاخد درجة لون غمق الرز تغلى اللي مية غلت هنزل بالرز بتاعي اللي هو الرز البلدي بتاعي الطبيعي جدا في حاجة بقى تركاز وغير كده أنا بحاب أعمالها دايما ودي واغدها من من البيت من عند بابا في البيتنا قديم بحب بحط ربع معلقة قرفة مع المية الرز ويها بتغلي ربع معلقة قرفة بتدي ريحة جميلة جدا في الرز بتاعي الصيدية أو رز السمك بقى ريحته جميلة جدا مميزة يعني خد يبالك بقى لحد ما يتشرب منه خالص وحط الشياطة بتاعتك وركنية على جنب كده إحنا خلصنا الرز بتاعنا اللي هي الخطوة التانية في الرز والسمك النهاردة الخطوة بقى الفضلة نحن نقل السمك بتاعنا أقولوكم بقى على حاجة كده بسيطة جدا تعملوها هتخلي السمك بتاعك طعمه حل ومقرمش ومتحنط بره وجوه زي بقولو كده يعني السمكة طلعة مقرمشة معايك وطعمها طحفة تمام بالنسبة للتقالية السمك الزيب بتاعنا بيضها عادي خالص أنا بقطع فيه نص لمونة عشان تديرحلوه في الزيب بيسخن يعنيو كده أمسك الأول حاجة دي بتاعي أبضر السمكة يعني يحطيها في الديق كويس بره وجوه وخلي الديق شرب منها كويس تمام وهاركن زي مان شايفين كده هاركنه في القرب بتاعي بعد كده بقى الخطوة اللي بعد كده أبطلكو الخلطة التوم والخضرة هستخدمها في ثلاث حاجات في تدبلة السمك الداخلية والرز وآخر حاجة أننا هياخد معلقة كبيرة في كبايتين مية أو كبايت مية في قلب بولا وهبتدي اللي هياخد منها من السمك بعد ما تدبله وبضره قبل ما قليه على طول أنزلها في المية دي تاخدي من تطعيمة المية وتحطي في الزيت وتغلي وانتي بزي بستوي وتحمري هوريكو بعد دلوقتي أنا هشغل الطاصة على النار أحط فيها نصف لمونة ودي المية بتاعتي هحط فيها معلقة معلقة التوم اللي فضل أن أنا أطلق عليها الخطوة الثالثة اللي أنا أحتاجها عشان هياخد من السمك هحط في التدبلة بتاعت المية والزي بيقطع أنزل بالسمكة فيه ضمانتي طعم حلوة تحنيطها في السمكة من برا كمان وبعد كده السمكة هتقدر بقرمشة معاكي قرمشة واللوم بقى داعبي جميل أهم حاجة ما تقلبش السمكة في الطاصة إلا ما تاخد درجة لوم من تحت تاخد درجة لوم تبتدي تقلبها عشان تاخد درجة لوم منها حتاج الأكل ما أخدتش منك حاجة أنا بس بدي بس بدي إمكان أنا بشرح بزيادة درجة لما شايفينت شكل السمكة طالعة إزاي طحفة دهبي لونها فضي عوام أرمشة طعمها جميل وحبة رز عظمة بجد حبة رز خرافة بجد ولو جربتي وصفة الرز دي وحطيتي شعرة القرفة هتبقى أحلى من أحلى أكل رز أو سمكة مطعم بتاكي برا وصفة جميلة وسهلة وحبيت أشرح لكم بالتفصيل وتفصيل اللي بعمله رب تعجبكم وتراكم في عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته